بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ دلوقتي مع بعض شرح week 7 test بس ما قبل أشرح أي شيء حابب أقول له وإحنا دخلنا على موقع KPS Education المنصة التعليمية اللي أنا حاطت عليها شغلي هنلاقي لنا النهاردة مثلا هشرح إن شاء الله الجزئية بتاعة test 7 تمام أنا حاطت هنا طبعا بادي معاك وزي ما أنتوا عارفين week 5 test 5 homework 5 test 5 homework 6 test 6 homework 7 homework 8 أنا دلوقتي أنا مخلص homework 7 أنا خلصت خلاصة على الكمبيوتر وهحمله بعد المحاضرة إن شاء الله تمام وبعمل week 8 برضو هحمله طيب أنا دلوقتي بعمل المحاضرة online بحيث أشرح فيها شوية بتفصيل أكتر أتناقش أسمع الأسئلة بتاعتكم أكتر ويكون فيها تفصيل أكتر نبدأ كده مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف داما يديني problem هنا ويقول لي solve تمام لما جي أسolve هنا يا جماعة 3 over y plus 8 equal 2 over y minus 5 أنا هنا عندي فيه بنسميها equation لما جي أسolve بأسolve equation طب نبص كده مع بعض طب يا دكتور حسين الإكواجين تختلف عن الإكسپريشن طبعا بتختلف شوية الإكسپريشن بحاول أعمل simplify أحاول أعمل simplify بينما فيه الإكواجين بحاول أسolve طب أنا إكواجين زي دي هسolve إزاي left part عندي هنا يا جماعة الخير عندي هنا مكتوب 3 وهنا y plus 8 تمام أنا برضو بأكد تاني إن الweek test كله مشروح بالتفصيل هينزل على المنصة إن شاء الله بعد شوية أنا دلوقتي بنائي الحاجات المهمة والأفكار المهمة أشرحها أكتر بالتفصيل معاكم ثم عندي على الpart الright عندي y minus 5 طب نبص هنا مع بعض فيه fraction طب أنا لما أحب أسolve problem زي دي المفروض أعمل إيه أعمل وسطين في طرفين أعمل ده multiply ده وده multiply ده طب يلا يا دكتور حسين ورينا أقول لكم من عناية لاتنين أوريكم هروح أعمل هنا bracket 3 bracket bracket يعني حطيت حط الرقم في bracket عشان ما أطلق بطش وكي يا جماعة وهنا أحط الto bracket y plus 8 طب سامع واحد بعيد يقول لي طب يا دكتور حسين وأنت إيه اللي أنت عملته ده أقول له ما أعملش أي حاجة الموضوع بسيط جدا كل اللي أنا عملته يا جماعة اللي أنا عملت 3 هنا multiply y minus 5 ويه الto هنا multiply y plus 8 يعني ضربت الأحمر في الأحمر والأخضر في الأخضر ما أعملش أي حاجة بس بدايما لما أجي أعمل multiplication بحب أستخدم طريقة الbracket بحب أستخدم طريقة الbracket والأقواس طيب واحد يقول لي يا دكتور هاي دي ما نفعش نحلها بالcalculator الصراحة أنا مفضلش نحل مسألة زي دي بالcalculator لسبب بسيط في بعض الأحيان لما يكون عندي الvariable جيلي في الdenominator بيحصل بعض الcomplex والتداخل فلازم ناخد بلنا من النقطة دي أوكي فهنبص على حاجة مهمة هنا وأقول والله سهلة جدا أنا عندي هنا هعمل multiply الجزء ده وأعمل الجزء ده multiply أنا بحاول النهاردة أكون بطيء شوية في الشرح حشان مسائل مهم هعمل هنا إيه بقى هعمل دلوقتي distributive property أو يسموها FOIL method هعمل توزيع وأعمل توزيع ناخد بلنا هنا من موضوع التوزيع إلا هيحصل 3 time y تديني 3 y minus 15 equal 2 time y plus 16 طيب يعني أنا وهنا 3 time y و3 time 5 يبقى نجد 15 و2 time y و2 time 8 تمام يعني 2 time y تبقى 2 y معنى 2 y يعني هنا في multiplication و2 time 8 هنا في multiplication هنا بقى بواجه مشكلة لازم أعمل احط الvariable على left side يعني ده variable متغير وده متغير أجبهم على الجهة اليسرى يبقى 3 y وغير إشارة 2 y اللي اتنقلت اتنقلت من اليمين للشمال equal والnegative 15 تروح من الشمال لليمين from left to right تبقى positive 15 plus 16 يبقى فكرة السؤال ده يبقى y equal كام هنا 31 أعيد ثاني وأشرح ثاني ومعليش أشرح ببطئة أكتر لأن المسائل دي يعني بتعتمد هنا على طريقة simplification و calculation بتاع الvariable فبتحتاج شوية هدوء مننا ومش محتاج استعجال فأنا هقول إيه إن ثلاثة time y minus 5 2 time y plus 8 يبقى 3y وهنا و3 time negative 15 2 time y 2 time 8 تمام يبقى 2y plus 16 3y minus 15 3y minus 2y أودل 2y النحية التانية يا جماعة الخير أوكي وأودل 15 النحية y minus 2y equal 31 هروح دي واقف على البوكس هنا وكتب 31 طيب أنا ممكن هنا في سؤال زي ده أنا ممكن أفتح للتشات وإيه يعني الحبيب يسألني أي حاجة ليه طيب أنا هنا لأن كان حد يشتكى مني قال لي والله يا دكتور إحنا بحصانات تشتت لما نشوف المحاضرة ما تقلقوش أنا على المنصة بتاعتي التفصيلي كده كده هو موجود معنا فأنا هعمل اللي عايز يسألني طبعا يقدر يسألني في أي وقت all participants to unmute a themselves لأن أنا حبيب يكون فيه شوية نقاش بنا لو حد عنده أسئلة يبقى الفكرة في السؤال اللي أنا بقال فيه في حدود 7-8 دقاي أنا بقول لازم أعمل وسطين في الطرفين 3 هاستنى المدة ثواني لو حد عنده أسئلة لأن كده الشرح جاهز على المنصة أبص على أول سؤال الله يرضى عليك يا رب الله يرضى عليك ويكرم ممتاز طيب همسح واخش على اللي بعد وكل يركز معايا ومحد يقلق كل الشرح معاد ومفصل على المنصة التعليمية اللي احنا مسجلين عليها بتاعتي طبعا وفيه كود مجاني وده مهم جدا السؤال ده سؤال بجد صعب بس ان شاء الله لا يوجد حاجة تصعب علينا وكله بإذن الله يكون سهل نركز مع بعض عندي فيه هنا مشكلة عندي 3 fraction وبحاول أفعل ملتبليكيشن ويه سبتراكشن بصوا انا هعمل ايه كله يركز معايا انا بس مش عاجبني اللون الاخضر ده انا عايز اخليه بالأحمر نبص هنا مع بعض يا جماعة الخير وعمل هنا minus هكبر عشان ايه ما اطلقبط شي وفراكشن وكله يركز معايا انا هعمل ايه انا قاصد ان انا محلش بالتاب ومستخدم الانوتشن والكتابة بتاعت الزوم لانه بتبقى اوضح ده يعني من خبرتي يعني التاب لا مكتب ممكن اميزاريف شوية في الكتابة هحطها في براكت عندي احط ايه بلاس 7 في براكت يا جماعة الخير وهنا ايه minus 7 احطها في براكت هنا بقى في مشكلة عندي او مش مشكلة اخد بالي ده اسمه difference between two squares يعني التريكة اللي هنا ده اسمه difference between two squares ال 16 عندي دي عبارة عن ايه جماعة الخير عبارة يا ولاد ويا بنات four times four طب وعندي هنا minus a power two يبقى a dot a تمام يبقى انا هنا لازم افك البرك اللي هو الpart ده الdenominator ده عشان اوصل لل LCD او least common denominator اعمل براكت four sorry four minus a وهنا four plus a sorry four plus a اوكي طب وهنا بأسيب a plus four ما كان ها عادي جدا وهنا دي طلعت كام four minus a مفيش اي مشاكل خدوا بالكو ان a plus four هي هي معنى four plus a مش فرقالي يعني دي note دي ملحوظة هنا انا بكتبها دلوقتي انا هغير الكالر وكل ويركز معايا لاحظت ملحظة اللي هنا عندي four a وهنا four a وهنا four minus a وهنا four minus a طب انا ناقص ايه عشان اوصل يبقى عندي common denominator هنا four minus a وهنا plus four a او plus four مش فرقة فهتبقى هنا four plus a اوكي يا جماعة الخير تمام انا دلوقتي بقى عندي common denominator كل ال denominator كلها زي بعض اوكي فهنا نركز مع بعض انا هعمل ايه مش هكتب ال denominator كزا مرة هكتبه مرة واحدة فقط طويلة كده اوكي هنا هيبقى عندي four minus a و four plus a وال a plus 20 هعطا كده في bracket برضو وهنا هيبقى عندي minus واعمل bracket وركز a time four اديني كام four a a time minus a اديني minus a squared seven times four اديني plus 28 و seven time negative a اديني minus seven a واقفل البرacket الله يكرمكم بعد كده plus عندي a في four فهقول bracket four a a squared minus 28 minus seven a اوكي طيب نركز بقى كده جدا 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 هنا انا عايز اعمل simplify همسع الحتة دي انا المشكلة عندي اللي هتواجهني هي في الجزئية اللي فوق اوكي يعني انا لازم اعمل هنا عملية ايه تبسيط طيب انا دلوقتي لما بص كده واشوف ازاي اعمل ال calculation لازم ااخد بالي جدا اللي انا لازم ا simplify الجزء اللي فوق طيب هغير color تاني واعمل fraction تاني لحظة اعمل line وحاول افك الbracket خالص يبع عندي a اعملش هتشانج بغير الاشارة عشان فيه minus اما دي هتبقى plus 4a plus a squared بعد كده minus 28 minus 7 a وتحت هحط 4 minus a و4 plus a دلوقتي بعمل simplify ازاي كله يركز معايا عندي دلوقتي هنا كم واحدة فيها ايه squared ادي ايه squared في حاجة تانية ايه squared لا ما فيش نغير الcolor كم واحدة 7a negative 7a 4a وهنا 7a وهنا negative 4a طب هنلاحظ حاجة اللي انا هشيل ده الnegative مع الpositive والpositive مع الnegative طيب وهلاحظ ان negative 28 تتشيل مع a يبقى ايه الحاجات الوحيدة اللي هتتفضل يعني معايا a squared negative 28 و a ويتفضل ده برضو أنا خليتي الحاجات اللي تتفضل كلها وفضلة معايا هروح عامل هنا fraction وحط ارتبهم تبقى a squared بعد كده plus a minus 28 وهنا عندي 4 minus a و 4 plus a اوكي طيب انا دلوقتي عشان اوصل للsimplification ده انا لازم افكر دلوقتي انا هعمل ايه في الجزء اللي هو النوميراتور اللي فوق فانا لازم امسك الكالكلياتور الظريف بتاعي وحطه كده على جن وادوس mode 5 3 ليه عشان اقدر اصلف الجزئية دي واعملها factorization فادوس mode 5 3 1 equal 1 equal negative 28 equal equal هيطلعلي اول اجابة هكتبها لكم فوق اهو mode لحظة mode 5 3 واكتب 1 equal 1 equal negative 28 equal equal تطلعلي ان x 1 على الشاشة تطلعلي واحدة بكم ب7 over 2 وادوس equal تطلعلي x 2 تطلعلي بكم b negative 4 ده معناك كلام ده ايه اللي انا هحاول خلاص هخبي الكلب بتاعي هحاول اللي انا اسمبلفاي طبعا انا سأل لف السنين يعني ولف جامد من فانا عندي دلوقتي ايه انا مقتنع اللي انا عندي تحت هنا 4 minus a في الدينوميناتور ما باجيش جنبهم 4 plus a وفوق تحت هعمل 7 و2 تبقى تديني الإجابة 2 a minus 7 وبركت تديني a plus 4 وكي يا جماعة الخير ممتاز سامى واحد يقول لي والله يا دكتور احنا تعبنا ما بلاش السؤال ده معلش هو سؤال شوه صعب هعمل simplify هنا وهنا واجي اعمل الإجابة وروح مدخل الفراكشن 2 a minus 7 وانزل تحت 4 minus a برضو السؤال ده انا شرحه بالتفصيل في الهومورك عن السؤال طولنا فيه جدا جدا طيب واحد يقول لي طب يا دكتور طب هو فيه طريقة اسهل هو اللي انا هقوله دلوقتي ده هو مش معه اللي انا هقوله دلوقتي ده مش معه بس انا بقول لكم يعني التركات المدرسين وتركات بتاعت الدكات طب افرد انت عايز تتأكد بعد ما بتحل التست لان سامع طالب ضريف جدا يقول لي طب يا دكتور طب انا ممكن اكون بحل وعايز اتأكد انا بحل صح او لا طيب انا بقى هنزل لكم حاجة كده معينة هفهمها لكم فيه تطبيق اسمه photomass هنزله على الموبايل عشان اتشيك بيه الاجابات عشان اتشيك انا بحل ايه التست صح او لا عشان ما عودش انقص واعود عيد وزيد هحطه بس على group بتاعنا وهوريكو هو بيعمل ازاي ثانية تمام هنا عشان بس اتأكد من الاجابة اوكي اروح بمصوره واعمل لكم ايه screenshot واوريها لكم بس للتأكيد ده ما تحلش مثل متعام ما ينفعش تتأكد انت بتحل صح ولا لا اوكي لحظة ابعت لكم بس ايه على group بتاع الwhatsapp ونبص كده على netcheck هنلاقي الاجابة بتاعتي تحل صح بس عشان اتشيك وتأكد انا بحل صح ولا لا اوكي يا جماعة بتنسلهم ان على app store او play store تمام خلاص ففعلا اتأكدت من الاجابة طلعت صح هعمل همسح الانوتيشن واخش على بعض طبعا هو فيلم احنا مالينا مالينا الpage يعني كلام ومعادلات معلش هو في اسئلة صعبة هنا شوية معلش يا جماعة بس ان شاء الله كله سهل يعني بعد كده يعني طب نبص هنا مع بعض انا عندي ايه عايزة add وsimplify هبص هنا وركز هعمل نوع من simplification انا عندي هنا كام s واحدة s يبقى s وكان v 2 v وهنا عندي s و s v وعندي هنا seven وعندي يا جماعة الخير one طب انا مشكلة ايه ادام عايز اعمل lc d لازم ادام عندي s و2 v و2 s وv لازم يكون عندي في ال denominator 2s لازم 2v و2s طب انا نقصت هنا ايه هغير color كده انا عندي هنا 2v و1 s وهنا 2s يبقى نقصت هنا اعمل multiply 1s طب وهنا one v v واحدة يعني نقص v يبقى لازم اعمل multiply هنا v يعني كأن عملت تحت v وعملت هنا time s يبقى عشان اوصل to common denominator s svv عملت انا s و v v multiply دي تديني 7s plus 1v بس دايما ما بنحطش في mass 1v خالص اوكي فهتبقى كده 7s plus v over s وادوس على البوكس بتاع power 2 ثم v ادوس على البوكس بتاع power 2 وبرضو عشان اتأكد انا بحل صح ولا لا الابلكيشن بتاعي صواني قال لي ممتاز احسنت صح اوكي اتأكد سؤال اللي بعد هنا عندي سؤال شوية مهم جدا 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 وكل يركز معي فيه هنلاحظ ملاحظة يا جماعة ان الدينوميناتور لما بيجبوا لي في التاست خدوا بالك والبيرسون ده هو بنك اسئلة نفس الاسئلة بتيجي لكل ولكن بيقوموا بعملية تغيير الارقام وشكل المعادلات بس طرق الحل متشبهة ومتطبقة لجميع لجميع المسائل والجميع الطلاب فانتحاول تفهم ما تحاول تخش على الجروب ودول يا جماعة ازاي تتحل خش شوف الاول الفيديو خلاص ثم بعد كده اسأل يعني يا جماعة الناس مكسله حتى تسجل يعني الفيديوهات مفصلة قبل ما تسأل السؤال حتى لو ما شفت الفيديو مرة واثنين متكرر الشرح في الويكل ونفس المسائل متشابهة جدا في الهومورك طبع انت معقولة يعني عايز واحد يحل لك وخلاص يا جماعة اعتمدوا على نفسكم انا طبعا متأكد كل الناس اللي صحيت الساعة 12 وقعدى معايا هنا دي ناس على اعلى مستوى انا احترمهم جدا وليه تقدير قوي جدا لهم لان اللي احترمني ده وجالي انا معاه وهشرح له طبعا وطبعا الناس اللي نايمة وتعملنا في السيام عادي مش ازمة اوكي ناخد بلنا ونرجع تاني للسؤال ده لقيت ان الديناميناتور هنا والديناميناتور هنا في شوية التشابه ولكن مشكلتي ان الواي سكوير ماينس مورتين وفورتين ماينس وي سكوير حط الرقم قبل الفاريبل والفاريبل قبل الرقم طب دي نعملها ازاي كله يركز معايا انا هعمل ايه يبقى هنا هيبقى عندي اشيل اعمل ايه بقى هنا هحاول اللي انا ابدل ده هنا وابدل ده هنا اوكي بعد كده الاشارة دي اقوم بتغييرها كله يركز بقى معايا انا هعمل ايه يبقى انا هنا هخلي الاشارة دي بدل ماينس بلس واغير اماكن الواي هنا اخلي ده من الواي في الاول خدوا بالكم الحركة دي تبقى y سكوير ماينس 49 ودي اخليها زيها بدل 49 ماينس y سكوير اخليها y سكوير يا جماعة الخير ماينس 49 حل واغير الاشارة دي ايه كأن خدت سامع واحد ظريب ايوة الله ينور عليك يا سلطان العتابي الله اكبر عليك برافو احسن احسن تطالب ممتاز السيام مش مأثر معك ربنا اديك الصحة ممتاز اوكي 5 ماينس y طيب نبص كده مع بعض y ماينس 49 و ماينس 49 يا جماعة الخير هعمل ايه اوكي انا برضو عشان الناس بتقولك اللي بحصل لنا تشتت ويخشوا على المحاضرة دايما الالاين انا قررت احطها على لينك اليوتيوب بينما الشرح التفصيلي على المنصة التعليمية لان برضو المحاضرة الالاين انا مش يبقى عندي وقت اللي انا اقدر اخلص التست لانتو زي انتم ما شايفين انا بشرح بالتفصيل جدا فممكن احيالي 7-8 مسائل 9 مسائل الحاجات المهمة اوي بينما الشرح التفصيلي موجود على المنصة يعني المنصة مهمة هي الاساس عندي دي اللي هحط فيها الهوموركات والتستات والمراجعات بينما الصفحة بتاعت اليوتيوب بتاعت المكتبة دي اللي هحط عليها الشغل اللي هو ايه التركات الاستفادة اكتر يعني بحيس يبقى عندنا الماتيريا المتاحة اللي مكسل وخش المنصة يشوف اليوتيوب بس انا برضو ما زلت مصير ان اليوتيوب هي حاجة مش احترافية للتعليم انا اسف اللي انا اقول كده خلاص تمام انه دلوقتي بقى عندي هنا يا جماعة الخير ايه الدينوميناتر والدينوميناتر متشابه identical على رأي الامريكان يبقى y power 2 معايا minus 49 طب دلوقتي ايه اللي موجود فوق يا جماعة الخير اغير الكالر يبقى y minus 4 يا دكتور حسين minus y واحد يقول استنى 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 يا دكتور طب انت حلت ازاي ما minus y minus y تطير تعمل cancel مع y طب 5 minus 4 يديني كان اكيد يديني 1 يبقى لي جابة 1 يبقى هنا لما اجي اعمل المسألة دي هعمل ايه اروح عامل fraction اكتب فوق 1 في النوميريتر وهنا y ادوس على البوكس بتاع الpower 2 خدوا بالكم ان الكوزة 3 هيكون يعني على مش هيكون blackboard فده بيبقى أسرع في الحل يبقى كل اختيارات ما فيهش رسم ولا فيه اي حاجة يبقى دي مهمة جدا يا جماعة الخير اكون فاهم الطريقة دي اللي انا شرحتها بالتفصيل التفصيل التفصيل اوكي وما حدش يزهق مني ولا يزعل مني اللي انا بفصل بزيادة معلش اوكي يعني افسر قوي يعني معلش قبل مامسى هستنى لو حد جميل حابب يسألني اي سؤال اوكي حد من الشباب الجميل الظريف اللي اهتم بي وجالي في معوعدي وجال في المعاد وحابب يسألني اي سؤال انا تحت امره وعيوني لي لو حد عنده اي سؤال ولو حد عايز نعيد من الاول من عيوني الاثنين اعيد من الاول اللي عايز يكتبلي على الواتساب يكتبلي اللي عايز يكتبلي على التشات يكتبلي اللي عايز يفتح المايك يفتح يعني الدنيا زيطة يعني اللي عايز يعمل الحاجة يعمل أنا تحت أمره طيب أيوة ضربنا في المقام أيوة ممتاز ممتاز في طريقتين دايما يقول لك كل الطرق تؤدي إلى روما فأنا بصراحة يعني بحب أشرح إيه بأسلوب شعبي شوية أنا راجل إيه أحب إيه أشرح بالبساطة أحب التبسيط مش يا جماعة الخير فأنا قلت إيه لما تلاقي يا ولاد الحلال ويا بنات الحلال لما تلاقي هنا الفاريابل واخب باور 2 مع رقم ثم الرقم قبل الفاريابل واخب باور 2 عايز بس تحط الفاريابل مكان الرقم والرقم مكان الفاريابل غير الإشارة بس الكلام اللي قلته سلطان ومصاد أنتوا طبعا على أعلى مستوى من الفهم أنتوا وصلتوا ماشاء الله هو أكبر إلى مستوى يعني متقدم من الفهم اللي أنا بعمل ضرب بنيجاتيف 1 أو بعمل نوع من اللي هو نيجاتيف 1 سامح حد ظريف عايز يسألني سؤال اتفضل يا مصطفى ولا حاك ناس المايك مفتوح تمام واضح يا مصطفى ممكن يكون ناس المايك مش مشكلة نقفل له المايك أفلنا عن المايك أتمنى بس ما كنتش إيه يلا نشوف هنا الله يرضى عليك يا فاطمة الله يرضى عليك يا رب واشوفك جايبة فول مارك في الفاينال بإذن الله وكلكم تجيبوا فاينال الناس المحترمة أحلى ستة أحلى ستة احترموني وجولي في معاد المحاضرة رغم أن المعاد ممكن يباني في الظهر شوية بس أنتو أعتبركم الناس محترمين وأحطكم على دماغي نخش على السؤال اللي بعده يا الله اللي بعده أنا عارف اللي واحد يقول لي يا دكتور زهقنا ونمنا وتعبنا والله العظيم أنا اللي بتكلم أنا تعبت أكتر بس أنا معلش لازم أشرح بالأسلوب ده الله يرضى عليك يا مصطفى ويفتح وشك يا أخي وشوفك الأول على الجامعة طبعا الأخ بقى طبعا اللي احنا فاتحين الأكاونت بتاعهم نعتزر يعني اللي احنا فتحنا أكاونته بدون يعني منبلغه بس هو عادي من ولادي وحبايبي يعني طيب نشوف هنا الله ينور عليك يا أخي ويبارك فيك ويفتح عليك فتوح يعني ما يتقفلش أبدا يفضل ففتوح إلى باب السماء يا أخي ربنا يبارك فيك يا رب يلا يا بنات يلا يا أولاد يلا يا دكتور خش بقى على question 5 يا سلام وأنا صغير أخش على question 5 يديله يلا نعمل هنا 2R خليها 2R فيش أي مشاكل هنا نفس المسألة المستفزة R² ونجد 36 آجي أروح ساحبها 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 بالسهم الجميل وأقول لكم يا جماعة الخير دي معناها إيه معناها R² minus 36 دي معناها عندي R.R و6.6 يعني بعملها simplification دي لما يجي أعملها كbracket difference between two squares أو فرق بين مربعين R minus 6 وR plus 6 تمام يا جماعة الخير إيه يا عم زوم 10 minutes إيه يا عم الحج بسبنا ما تقفلش علينا الله يسامحا ماشي بعد 10 دقايق نفتح تاني برضو من عناي هو الزوم ده يعني الله يعني يلا ماشي بس أعرف مكانه فين الراجل ده أنا هزعل منه جد ما علينا ما علينا طيب نبص هنا عندي هنا يا جماعة الخير R وعندي هنا R minus 6 معلش ريحوني حط ال denominator في bracket هلاحظ ملاحظة اللي أنا عشان أوحد المقامات أو نعمل common denominator أنا محتاجة أحط حاجة هنا وهنا تسهل الأمور أقول لكم يا سلام يا سلام أنت جيت بجمل يعني يعني موضوع بسيط يلا بينا يلا بينا نضرب نضرب R plus 6 الله أكبر مين الجميل اللي فتح المايك وقال لي الحل الجميل ده شخص جميل ممتاز روح ربنا يبارك فيك يا سلطان سلطان نسقف له تسقيفة حلوة أنا مش عارف أنت بأسمعت التسقيفة دي على المستوى الدولي ولا لا أنا بأبعتها لك من بلد تاني أحلى بوزة وأحلى تسقيف روح ربنا يبارك لك يا أخي روح ربنا يكرمك صح أضرب هنا في R plus 6 هذا الإنسان ممتاز سلطان الله ينور عليك ويفتح عليك روح يا أخي روح يا أخي ربنا يكرمك ها واها حبيب قلبي حبيب قلبي طب نبص هنا عشان إيه حسل في حد بقى مركز قوي 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 ومتعصب كده ومش عايز يشارك معنا وقال ليه يا دكتور طب ليه عملت R plus 6 عشان هنا R plus 6 أحط R plus 6 وR plus 6 فوق وتحت عشان أوحد المقامات يلا يا جماعة الخير نعمل L fraction ونغير color نغير إذا جاب لوني يعني فوشي وقال ليش هنا أروح قايل يا جماعة R minus 6 وA ده ما غير ليش كله ومش مشكلة R plus 6 طب يتبقى لي هنا إيه 2R أعمل هنا فويل مثل توزيع توزيع هنا بقى أوزع يلا وزع يلا وزع الحسنات ووزع كل حاجة يبقى R power 2 وتديني 6R بييجو الجماعة في الماس يقول لك إيه استنى 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 وإنت إيه اللي انت عملت تعمله ده ما تهدى شوي أقول لكم من عناية أهدى جدا طب أنا عندي لازم أرتب الجزئية اللي فوق دي طبعا لازم أرتبها طبعا لازم أرتبها يبقى R power 2 الأول وحط 6R الأول وplus 2 هنا وهنا أحط بعد إذن حضراتكم R minus 6 وR plus 6 ونفتح التطبيق العجيب اللي أنا قلت لكم عليه عشان نتشكل إجابة بتاعتنا يقول لك بسم الله يا دكتور حسين الله قال لي الله ينور عليك قال لي إيه قال لي الله ينور عليك بس أنت غلطت غلطة ومحدش خد منه في ناجز هنا يا سلام يا سلام عليك 2R شفتوا بقى الغلطة اللي أنا أصد غلطة خدوا بالكم ما تكتبوش غير الرقم مع الإيه هنا دول اسمهم like term لما يجي أجمعهم أشلهم وروح كاتب بدلهم إيه R squared الله ينور عليك الله ينور عليك أحسن نروح دايسين على البوكس بقى ودوس علامة الفراكشن وندوس R وبوكس power 2 ننزل بالسهم شوية معلش الموضوع محتاج وقت مننا وتحت أحط R minus 6 وR plus 6 حلو الكلام حلو الكلام حلو الكلام عايز حد شاب أو شاب أو أخت فاضلة تسألني أي سؤال من عناية لتنين من عناية لتنين مستني أي سؤال أنا تحت أمركم لو عايز سؤال أنا تحت أمركم طيب خلاص كده أنا يعني دائما يقول لك إيه يقول لك عندنا في مصر هنا يقول لك إيه أقول لك بلاش يشوش كيل أستن آه لازم نضرب فوق وتحت يا صاد فR plus 6 up and down فلما اضرب الر في الر تبقى R تبقى R سكويد وR في 6 ب6R وهنا 2R يبقى 2R أوكي يبقى هنا هكتب R سكويد plus 8R وتحت R minus 6 وR plus 6 خلاص كأن أنا أدام عندي فيه تشابه في الديناميناتور مكتبوش مرتين أكتبه مرة واحدة أوكي خش على بعضه عشان عندي شوية حاجات والزوم هيقفل في وش بعدها بعد قاية فألحق أعمل لي سؤال آه نيجي للسؤال ده وده سؤال مهم جدا 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 يقول لك عندي نفس الكلام نفس المشكلة هنا ده difference between two squares فأنا هنا عشان أعمل المسألة دي أنا هقسمها خلاص لتلاتة fraction أوكي يا جماعة نبص كده معنا هنا عندي Y minus 4 يبقى دي معناها Y minus 2 Y plus 2 واحد جميل بيسألني سؤال جميل أيوة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تسئيفة حلوة قوي قوي كله يسقف كده يعني عن زر الخيب لفاطمة ممتاز Y Y و2 يبقى Y minus 2 Y plus 2 بينما هنا أحابب أحط الديميناتور ده Y minus 2 يلا معنا يا سلام يا سلطان تسئيفة دانيال سلطان سلطان أحسن ممتاز 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 Y plus 2 أوه طيب أنا بقى عندي دلوقتي مشكلة نفسية حسيت اللي فيه هنا Y minus 2 Y plus 2 يبقى هنا لازم أزود عند Y minus 2 أزود لها أزود لها بعد إذن حضراتكم Y plus 2 عشان يبقى عندي تشابه في الديميناتور بينما هنا هروح مزود لها Y minus 2 وفي نفس الوقت أزود Y plus 5 وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت اللي لازم أغير الإشارات بالحالة دي نوجود minus بس يبقى أنا لغيت كل الديميناتور طيب أجي أبسط Y في 5 تديني كم نغير الكالر يبقى عندي 5Y 2 times 5 يبقى plus 10 أغير الإشارات هنا عشان فيه minus يبقى minus 3Y plus 6 equal 4 times Y 4Y minus 8 أوكي هادل like term 5Y ومينة 3Y يديني 2Y و10 plus 60 يديني 16 وهنا 4Y minus 8 طيب هادل 2Y هنا وال8 هنا يبقى 16 plus 8 لأنني أغير الإشارة و4Y أغير 2Y بتاعت الإشارة فيديني 24 equal 2Y أعمل divide 2 طبعا divide 2 يبقى الY تطلع بكام ب12 يلا يا جماعة الخير نتأكد من الإجابة بالتطبيق العجيب اللي أنا قلت لكم عليه قال لي أحسن تروح ربنا يكرمك يا دكتور حسين الطريقة دي مهمة جدا واتطبقوها بعد إذن حضراتكم أوكي مهمة جدا هقول له next نعمل السؤال ده ونقفل الزوم بعد كده عشان هيقفل في وشي بعد دقيقة أو 50 سنة هنا أنا لقيت إيه إن الديناميناتور ربنا كرم وحبي ديني سؤال سهل لقيت إن الديناميناتور خلقة زي بعض أروح أعمل إيه أقول له متشكرين أدام مكتوب زي بعض أحطه زي ما هو بس مرة واحدة مش مرتين بس الجزئية اللي فوق الـ 2 والـ 2 والـ 8 أعمل لهم أعد فهنا أحط كام رحات تانية 2 بلس 8 يديني 10 يبقى الإجابة 10 over 4 بلس Z يا جماعة لأن 4 بلس Z متكرر كده نقفل الزوم ونخش على الزوم تاني ونحن كده نبقى في التمام تاني